النهار ده عندي فكرتين عايز ندردش فيهم في السريع كده يعني قبل ما نبدأ القصص بتاعتنا والحواديد بتاعتنا والاخبار الهامة بتاعتنا القصتين واحدة منهم قصيرة جدا عجبتني اوي ايه هي فاكرين اول ما حصل حديث على مبادرة التلاتة في المية علشان التمويل العقاري حديث ده عمليا اظنه بدأ من حوالي ستة شهور ووقتها الدولة قالت هيتم طرح الوحدات اللي هتبقى داخلة جوة مبادرة التلاتة في المية ستة شهور او اقل قليلا يا مؤمن وفعلا اللي حصل ان الدولة بالفعل فعلت وديك وشفته يوم خمستاشر اول امبارح حتى واحنا بنتكلم مع الاستاذة مية عبد الحميد كانت بتتكلم على هذه المبادرة انه خلاص الناس تاخد بعضها وتروح تبدأ تعمل اجراءات حجز الوحدات سواء اذا كان اونلاين او عن طريق بنك الاسكان والتعمير يعني الحاجة تقالت والوعد اطلق ثم وجدناه قيد التنفيذ في مدة اقل من ستة شهور رائع كان بيحصل امتى ما كانش بيحصل خالص زمان مش دا الموضوع بس وجب التنوية اللي بيتقال بيتنوية عشان الميجي حد يقولك اين الوعود الوعود اهيه لما مثلا على سبيل مثال لا الحصر وهذا مثال وان كان مثال واحد لكنه شديد الاهمية لما الرئيس وعد بالقضاء على العشوائيات وعد وبالفعل بدأ الرئيس من اللحظة الاولى لتوليه مهامه كرئيس جمهورية مصر العربية بدأ يشتغل على مسألة القضاء على العشويات الخطرة والشغل على العشويات غير المخطط لها الخطرة يليه اماكن المهددة بخطورة داهمة الحاجة تبقى اللي كانت عيشها الشو حاجات صعبة جدا الحاجات دي خلصت ما بقتش موجودة بقت عمرات عليها الايمة بقت عمرات بملاعب بنوادي بمدارس بمراكزها الخدمية المدنية الاخ 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 وعد ونفذ دا دي حاجة وزي ما قلتلك على سبيل المثال لا الحصر وفي اطار انه ما يحدث في مصر يجب ان ينعكس على المواطن البسيط جدا اللي يا مد ظلم اربعين سنة محدش حاسس باخوتنا اللي موجودين في العشوائيات دول بعض الدراسات والكتابات والمقالات الصحفية كانت تتحدث ان بداية الظاهرة في 1972 بسبب مجاة الهجرة الداخلية علشان لقمة العيش الناس هتعمليه يعني فيروحوا على المدن الكبرى ويبدأوا يستوطنوا او يسكنوا او يقعدوا في الاماكن اللي احنا سميناها بعد كده عشوائيات بالمصطلح الحاصل دلوقتي انه دا استحالة يتكرر تاني عارف ليه لانه ما بقاش فيه داعي للهجرة الداخلية كل واحد يقدر يفضل موجود جواه محافظته مدنته قريته نجعه وكفره وعزبته في اطار وهي ما بتتطور فتتحول الى وضعية الحياة الكريمة اللي مشمول فيها فرصة العمل وفرصة التعليم انا هسيب بلدنا ليه ولا الهو زي بالزبط كده ما بقاش فيه حد ينفع يسيب البلد فيه هجرة غير شرعية لان فرصة العمل الشرعية بقت موجودة جوا البلد طب ايه الفكرة التانية يا عام يوسف اقول لك الفكرة التانية يا عام يوسف الفكرة التانية هي متعلقة بايه بقى متعلقة بانه احنا زمان مثلا زمان جدا كنا نلاقي تصريحات كبيرة من اعلى مستوى الى مستويات الحكومة للمستويات الاقل قليلا رؤساء الهيئات والمصالح وبتاجي قللك ايه اه جماع احنا بنعمل مشروع كذا او نتابع كذا او نحن بصدد حل المشكلة الفلانية ويبقى فيه يوم يومين اسبوع بكتيره هوس كتير على هذا التصريح وبعدين يا مولاي كما خلقتني محدش يتكلم في الموضوع ده تاني والموضوع يتنسي ويدفن وكل سنة وانت طيب ونقرأ على الموضوع ده الفتحة لكن اللي حاصل على سبيل المثال لما تيجي تاخد بالك مثلا الاجتماعات بتاعت الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة وهو يتابع حديث دائما كان دائر منذ اطلاقه لم يهدأ هذا الحديث اللي هو يبقى المصالحات والشغل اللي في المحافظات والتنمية داخل المدن وما الى ذلك فلما الدولة تكلمت على هذا الموضوع في 2021 لو تفتكر كويس ما طلعش الكلام لمدة اسبوع ولا حتى اتنين وبعدين سكت اطلاقا دايما كان فيه اجتماعات مستمرة دايما فيه توجيهات مستمرة من الرئيس دايما فيه متابعة دايما فيه زيارات ميدانية والرئيس يروح نازل ويشايف الحاجة ويروح ويسأل ويتأكد ويطمئن على الجداول الزمنية دولة رئيس الوزراء يبدأ يشتغل مع الجهات التنفيذية محافظين ووزراء اذا ما بقاش فيه حاجة عبارة عن تصريح يطلق على علاته او عواهله وبعد كده كل سنة احنا طيبين خلاص بقى الكلام ده كان بتعامل زمان ليه فرحة كده للناس خلي الناس تتليه في ايها انتريش يعني دلوقتي الوضع مختلف مفيش حاجة بتطلق علشان خطر الناس تتليه في شيء ما او تتشغل في شيء ما يوم ولا يومين مبقاش فيه الكلام ده بقى فيه انه الكلام بيتقال ويصرح به لانه هيتعمل وهنفضل طول الوقت نتابعه اشتركوا في القناة